تلعب السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي دورا مؤثرا في نقل عشرات الأخبار والصور والمقاطع المصورة والتي تصف أو تنقل ما يدور في المجتمع من أحداث ومتغيرات حيث انعكس ذلك سلبا على وسائل الإعلام التقليدية كمصدر للأخبار والمعلومات ورغم اكتشاف الفبركة والتضليل عبر تلك الوسائق مؤخرا إلا أنها تحظى بمتابعة الكثيرين خاصة فئة الشباب ولمعرفة المزيد عن واقع السوشيال ميديا كمصدر للأخبار وماذا يعني ذلك وما دقة ما ينشر عليها من أخبار وهل أصبحت منافسا للإعلام التقليدي يشرفنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب الصحفي اللبناني طوني هيكل ولكن مشاهدين بعد أن نستمع إلى بعض الآراء في عدة دول في ظل تسارع التكنولوجيا والتطور الهائل باتت المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تتسابق في بث الخبر لذا يلجأ الكثيرون على اختلاف الطبقات الاجتماعية والثقافية والجنسيات العربية إلى استقاء أخبارهم من مواقع التواصل والتي تحتمل الإصابة أو الخطأ ولكنها تبقى المصدر الرئيس أحيانا جدية الأخبار المنشورة هذه تعتمد على الحساب أو على أي حساب مثلا أنت التابع يعني أنا بالنسبة لي أثق في الحسابات الرسمية على سبيل المثال مثلا إذا كان في حساب القنوات حساب للصحف الإخبارية حساب لبعض المسؤولين بالتأكيد رح تكون هذه أخبار صحيحة للصراحة في كتير أخبار بتنزل أنه بكم على عازل بتبين أنها فيك بس في أخبار أنه بتقراها بتشوف فيها منطق تصدق أكيد بصدق لأنه كل شي بينزل على السوشال ميديا هو شي مظبوط يعني منه ومن حدا غيره كل حاجة بتبقى بينه كل حاجة كل اللي بيبقى مطلح خبر بيبقى معروف الخبر ده جاي منين وده جاي منين وده بيقول بنبقى معروف الخبر المتفبرك معروف الخبر اللي هو بيبقى ليه أصر معروف بينما آخرون يتحرون دقة الخبر والمصدر قبيل التعامل معه ويلجأون إلى المصادر الرسمية والمواقع الشخصية للتأكد من الأخبار التي قد تصدر من أشخاص غير موثوق بهم أو يتعاملون مع الإشاعات كأخبار مؤكدة ما بصدر أنه مش معرفة المصدرية مين عم بيكتب مين القناة عم تكتبها الخناة ممكن أن تطفل ممكن ناس ما معشوه أخلطهم عاد لانا على الديفيون أعرف شي للمصدرية بالنسبة لألي يعني قد يخضع إلى نوع من التوجيه خصوصا من طرف مؤسسات اللي لربما تقدر أنها تتجند مجموعة من الأفراد في نشر خبر معين ولربما فاضحة أناليتيكا في الولايات المتحدة الأمريكية خير دليل بأنه يمكن تتلعب بعض المواطعات من أجل استمالة الرأي العام في توجيه معين أنا ما بتابعها أصلا نهائي مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات يعني في الأخبار ما فيش عندهم مصدقية ما فيش فيها مصدقية ويعني والأشعاتها كثيرة وأحيانا بتوصل لبلبلة يعني في الشارع وما بكونش الأخبار كلها سادقة لما كنتقش في الأخبار اللي كنتوصلنا في السوشل ميديا يعني فيسبوك، تويتر، كده، أنستاو هذا هيتش كيزوني مصدر غير موثوقة وتتباين آراء البعض فمنهم من يتعامل مع بعض المواقع في نوعية معينة من الأخبار أو يثقون ببعض المواقع وليس كل ما ينشر 90% أنه مش كل أي أحد بتصدق على التواصل الاجتماعي يعني عمتا مش بصدق أي حاج يعني لما يكون حاجة متأكدة منها أو شخص أنا أعرفه تمام، يعني أنا كده مش أما لما يكون حاجة مش عارفة مصدرها أكيد مش هصدق أقول لكل الشباب وكل اللي بكتب على صفحات الفيس أنه بلاش يكتبوها حاجات هم مش واسقين فيها لازم تكون الحاجات اللي بكتبوها من مصادر موصوقة فيها جدا 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 لأنه هذه أخبار بتضرب الشعب الفلسطيني أكتر ما بتفيده وتبقى مواقع التواصل هي الأسرع انتشارا في نقل الأخبار والتعامل معها وقد يتم أحيانا تقديم الاعتذار والتراجع عنها في حال الخطأ في حين باتت الوسيلة الأسهل لتحقيق المآرب الشخصية عند فئة أخرى إذن مشاهدين يعني اختلفت الآراء من جميع دول الوطن العربي ولكن لمعرفة واقع السوشال ميديا وهل فعلا يعتبر مصدر لنقل الأخبار بين الناس دعونا أن نرحب بالكاتب الصحفي اللبناني مباشرة من بيروت توني هيكل يسعى صباحك أستاذ توني صباح الخير توني نورتنا في يوم جديد صباح النور لزملاء الكرام بقناة الغد وتحية لكل المشاهدين بالعالم العربي شكرا لك توني أكيد شفنا نحن وإياك سواء التقرير وشفنا يعني أراء مختلفة إن كان من لبنان أو فلسطين أو مصر أو المغرب وعدد دول عربية شو قراءتك لليل إجاب التقرير وبنفس الوقت الدليوم تعتبر أن السوشال ميديا هي أساس بالإعلام السوشال ميديا هي منبر للتواصل أنا بعتبره بين الناس يصير فيه تلاقي اجتماع بين الناس ولكن ما فينا أعتبر أن السوشال ميديا مواقع التواصل الاجتماعية هي مصدر صحيح للخبر فيه أوقات كثير بيصير فيه تصفيت حسابات بين العالم على مواقع التواصل الاجتماعي أوقات بيكون فيه بث أخبار غير صحيحة تخلق جو من التوتر أوقات بتعمل النعارات أوقات بتبث أخبار كاذبة مغلوطة أو منة دقيقة أوقات لعمل مقصود وأوقات لعمل مش مقصود بغاية السبقة الصحفة بس للأسف اليوم السوشال ميديا عم بتم استعمالها بطريقة عم بتدمر المجتمع هذا برأيي لأنه قدام نشوف حروب نفسية وحروب بالشارع عم بتصير من وراء مواقع التواصل الاجتماعي لفتني مواطنة عم بتقول أكيد كل شيء بصدق لأنه طالع على السوشال ميديا لا مش مفروض يعني مفروض يكون العكس إلى حد ما يعني نتأكد من صحة الخبر قبل ما ننشره مثلا أنا كرئيس تحرير صفحة صنية بكتائب .org ما فين نشوف خبر على مواقع التواصل الاجتماعي وضغر نزله على الموقع لا هذا الشيء مش مظبوط أبدا اليوم إذا فيه خبر صادر عن فنانة معينة عم تخبرنا أنه فيه آلبوم جديد بده يصدر بشهر مايو مثلا أوكي بياخدوا لأنه هذا صادر عنا ولكن إذا طلعت فنانة شتمت فنانة أخرى وقالت كذا 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 أنا مفروض نزل الخبر قبل ما أسمع وجهة النظر الثاني هذه هي السوشيل ميديا يلي منطمح لألة بس للأسف عم بتمتنولها بشكل جدا غلط وأوقات قدام نشوف فيه كلمات دون المستوى تستعمل على السوشيل ميديا منبر للكلام النابي بين الفنانين بين السياسيين بين الإعلاميين وحتى بين المواطنين والمواطنين للأسف على مواقع التواصل الاجتماعي عم بيتحولوا أشبه بدمية بيد بعض الفنانين أو بعض السياسيين أو الإعلاميين نعم يعني أصبحت السوشيل ميديا زي أن هي تكون تصفية حسابات شخصية بين الأشخاص هذا من اللحظة فعليا وبرضو فيه كتير الشائعة ممكن تطلع ممكن تضرب الطرف الثاني إلى حد ما ما فينا عمم يعني أكيد طبعا يعني فيه مثلا شائعة وفاة الفنانة فيروز هذه الشائعة برضو كانت يعني ممكن للأسس فعلا لو وصلت للفنانة فيروز ممكن أن تنضر نفسيا وتتدايق مع أنه إحنا كمان تدايقنا على هاي الأشاعة طب قدي فعلا سيد توني هو بس لأقلك قبل ما تتدايق السيدة فيروز اللي عم بيطلق هاي الأشاعة ما بيفكر أنه مثلا عندها يمكن أرايب أقرباء السيدة فيروز بالمهجر مش قادرين يمكن يتواصلوا معها بنفس اللحظة لما بيبث هاي الأشاعة ما بيخاف على مشاعرهم على نفسيتهم على صحتهم يعني للأسف هاي ده هي السوشيل ميديا يلي عم بتم تدولها بالقاوين الأخيرة إشاعات موت إشاعات طلاق زواج قتل دمار للأسف يعني بأغلبية الأحيان يعني ما في نقول مية بالمية عم بتصير هيك نعم كان سؤالي لحضرتك يعني أدي فعلا خطورة السوشيل ميديا على الحياة الشخصية ممكن فعلا تأثر على الحياة بشكل عام وأدي فعلا هذا الشيء ممكن يكون سببه إنعدام الرقابة عليها يعني هل فعلا ما في رقابة للسوشيل ميديا يعني إذا بدك فيه ناس بسمنة وناس بزيت هيك بيقول المثل بالنسبة للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لا مفروض تكون الرقابة ما تكون رقابة للحد من الحرية لقمع الناس الرقابة وما تكون على ناس وناس لما بيكون فيه رقابة بيكون فيه قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني سواء بلبنان أو بالعالم العربي مش دايما عم بيصير فيه تشديد لما يصدر على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا إذا شيء سياسة نافذ حدا انتقدوا بيتم القمع إذا شيء فنان أو فنانة عنده يد طويلة مع أجهزة معينة بيتم استدعاء الأشخاص أما الأشخاص يلي ما في عندهم سند بيتم قمعن أوقات على مواقع التواصل الاجتماعي بس اللي بدي أقوله أنه الاستعمال الخاطئ ما في توجيه يعني ما في تثقيف للمواطن كيف يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لهيك أوقات منقع بالمحزور والمواطن بيدفع التمن ما في توجيه لأنه يعني إذا بدك بالعرب المشبرح الدينة سايبة استعمال السوشيل ميديا على كل حال يعني صاير للكل أكيد من غير ضوابط يمكن من غير ما مثل ما قالت حضرتك يعرفوا الأشخاص كيف بدون يستعملون لهيك يمكن صار عنا نحنا الموضوع شوي لغط توني كيف ممكن كمان مثل ما قالت يعني الصبي وحضرتك علقت علي أنه هي بتصدق كل شيء على السوشيل ميديا نحنا اليوم كيف ممكن نصدق الأخبار اللي موجودة على السوشيل ميديا هل نحنا بنعمل تحرياتنا الخاصة ولا نتأكد من المصدر ولا كيف لا مفروض نتأكد من المصدر يعني اليوم يعني حتى السيدة فيروز إذا مش قادرين نتواصل مباشرة مع السيدة فيروز بنت المخرج جريمة الرحبانة أو ابنها زيادة الرحبانة أو مقربين لألة يعني معهم رقم تليفون نقدر نتواصل معهم نتأكد من الخبر قبل ما ننشر أي معلومة صادرة وبدأقول شغلة كارلوس للأسف يعني أنا عم بحكي كأعلامي اليوم صار كل مغرد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حاله صحافي صحيح وهي ده هي المشكلة الكبيرة كل مغرد بده ينتقد كل مغرد بده يعطي نصايح وحتى صار فيه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أسميهم غريبة عجيبة يعني بيعتبروا حالهم أنه هن سلطة رابعة على أي شيء شواز هن بحد ذاتهم شواز هول تعرف ليه لأنه هول منهم صحفيين النقد عنده أربابه يعني نحن لما درسنا بالجامعة الإعلام مادة النقد النقد الدرامي أو النقد السينمائي هيدا أخذت معنا يعني سنوات سنوات لنتعلمه بعد ويالي بده ينتقد كمان يا توني هو بده يكون يمكن يعرف أكتر يعني أنا اليوم لأن تقد مثلا شغلة معينة أنا بده يكون أفهم فيها لهيدا الشغلة وبده يكون درسها وأعرف يمكن جوانبها وكل تفاصيلها مش حيضة لواحد يحكي مزبوط أكيد يعني حتى أنا بشوف أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا بينتقدوا أربع مسلسلات درامية بالوقت عينه طيب كيف هيدا عم بتصير حطين أربع تليفزيونات وعم بيراقبوا ما عم بفهم ولا بس أنه كترة الحكة الثارثرة والنميمة صارت هي السائدة بالقاوين الأخيرة هيدا الشيء كتير غلط وبرجع بقول المشكلة الكبيرة ما في رقابة ما في قانون ما في مين عم يسأل المواقع التواصل الاجتماعي صارت ساحة للمعارك الطاحنية اللي عم بتكون ببعض الأحيان للأسف أكيد طبعا يعني موضوع السوشال ميديا مش كبير جدا ومتعمق وفقرة يعني مش كافية فعلا حتى نحن ناخد تفاصيل أكتر من حضرتك سيد توني يعني أنت نورتنا من بيروس شكرا كتير لوجودك معنا شكرا شكرا